بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام الوعلى من معاهد وبرامج تربية الفكرية المرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس من مادة لغتي للصف الأول متوسط حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ونطبقها بإذن الله أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية ثانيا أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا لحضور هذا الدرس ثالثا أطلب المساعدة عند تشغيل الجهاز وبعد ذلك نتذكر طلابي وطالباتي أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق بعد ذلك ماذا أفعل؟ أقوم بالجلوس جلسة صحيحة ولا ننسى أن نجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية وانتهاء الدرس ولا ننسى طلابي وطالباتي أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون بعد الانتهاء من الدرس ماذا أفعل؟ أقوم بترتيب أدواتي المدرسية في الحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها إذن موضوع درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي سوف نكمل بإذن الله اللام الشمسية واللام القمرية إذن سوف نتعرف على اللام الشمسية واللام القمرية ونراجعها سويا هناك هدف عام لهذا الدرس وهو معرفة اللام الشمسية والقمرية الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على اللام الشمسية والقمرية بشكل صحيح أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات تحتوي على اللام الشمسية والقمرية بشكل صحيح أن يسمي الطالب والطالبة كلمات تحتوي على اللام الشمسية والقمرية بشكل صحيح نتذكر سويا درسنا السابق تعرفنا على ماذا يوجد أمامي أحسنتم يوجد أمامي شمس عندما أقوم بإضافة L على شمس تصبح الشمس أحسنتم إذن الشمس هي لام شمسية تكتب ولكن لا تنطق الحرف الذي يأتي بعدها يأتي مشددا إذن كيف أميز اللام الشمسية عن اللام القمرية أن الحرف الذي بعدها يأتي مشددا أيضا تقول لنا الشمس أنا لدي 14 حرفا والحرف الذي بعد يأتي ماذا يأتي مشددا إذن يأتي فوقه حركة الشدة إذن يأتي مشددا حروفي 14 حرفا هي التا والثا الدال والدال الراء والزاء السين والشين الصاد والضاد الطا والضاء اللام والنون إذن هذه حروف اللام الشمسية وعددها 14 حرفا الآن سوف نستمع إلى قصة ونكتشف من خلالها الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك عائلة مكونة من أربعة أفراد رزقهم الله بتوأم أولا أسمياهما قمر وأسميا الطفل الآخر شمس قام الأب بإحضار الحروف الهجائية وعددها 28 حرفا وضعها أمام قمر وشمس تشاجرى قمر وشمس على هذه الحروف ولم يتفقا ولكن الأب قام بهذا التصرف فقام بتقسيم الحروف بين قمر وشمس تقول لنا قمر أنا أكتب وأنطق ويأتي بعد عدد من الحروف كما ترون أمامكم أما شمس فتقول أنا أكتب ولكني لا أنطق لا تسمعونني في الكلمات ولكن الحروف التي تأتي بعدي تميزني فتكون مشدودة أو مشددة إذن قمر تقول لنا ماذا؟ أني أأتي ساكنة فوق حركة السكون أكتب وأنطق أما الشمس تقول لكم أنا أكتب ولكني لا أنطق والحرف الذي يأتي بعدي يأتي مشددا إذن اتفقنا طلابي وطالباتي في الدرس السابق على أن اللام الشمسية ماذا؟ تكتب ولكن لا تنطق والحرف الذي يأتي بعد اللام الشمسية يأتي ماذا؟ مشددا كما ترون أمامكم فوق الحرف تا حركة الشد كما في كلمة التفاح إذن الكلمة التي أمامي تنطق التفاح قمت بكتابة اللام الشمسية ولكن لا أقوم بنطقها الحرف الذي أتى بعد اللام الشمسية أتى مشددا فهو الذي يميز اللام الشمسية عن غيرها إذن نقرأ الكلمات التي أمامنا نقوم بقراءة الكلمة التي ظهرت أمامي هي أحسنتم التفاح إذن أمامي كلمة التفاح اللام الشمسية رسمت باللون الأصفر أتى بعدها حرف التا وهو حرف مشددا إذن كيف أميز اللام الشمسية على القمرية أن الحرف الذي يأتي بعدها يأتي مشددا إذن إجابة صحيحة الكلمة التي بعدها نقوم بقراءتها سويا الثعلب أحسنتم الثعلب إذن هذه إجابة صحيحة أيضا اللام الشمسية هنا رسمت باللون الأصفر أتى بعدها حرفا مشددا وهو الحرف ثا نقرأ الكلمة ماذا يوجد أمامي؟ الظرف أحسنتم الظرف إذن أتت اللام الشمسية باللون الأصفر أتى بعدها الحرف ضا مشددا وهذه كلمة تحتوي على اللام الشمسية ماذا ظهر أمامي؟ نقوم بنطق الكلمة سويا الزرافة أحسنتم إذن الزرافة تحتوي على لام ماذا؟ لام شمسية أحسنتم أتى بعدها حرف الزا مشددا إذن هي لام شمسية الآن سوف ننطق سويا حروف اللام الشمسية أولا السين والشين بعدها يأتي الصاد والضاد وبعدها التا والثا وبعد ذلك الطا والضا الدال والذال الراء والزا ماذا تميزون في هذه الحروف؟ أميز أن هذه الحروف متشابهة فالسين يشبه الشين الصاد يشبه الضاد التا تشبه الثا والطا يشبه الضا الدال والذال يتشابهان والراء والزا أيضا يتشابهان تبقى حرفان مختلفان وهما اللام والنون إذن هذه هي حروف اللام الشمسية وعددها 14 حرفا حرفا الآن سوف نقوم بإضافة اللام الشمسية على الكلمات ونقوم بقراءتها ظهر أمامي حيوان ماذا يسمى هذا الحيوان؟ أحسنتم سقر إذن هذا الحيوان هو سقر عندما نقوم بإضافة على هذه الكلمة تصبح السقر إذن قمت بكتابة اللام الشمسية هنا ولكن لا أقوم بنطقها ظهرت أمامي ماذا؟ سمكة أحسنتم أريد أن أضيف على سمكة تصبح السمكة إذن أصبحت اللام الشمسية هنا مكتوبة ولكن لا أقوم بنطقها الحرف الذي بعدها أتى مشددا إذن أمامي نشاط أكتب حروف اللام الشمسية أريد منكم تذكر سويا مع المعلمة وكتابة حروف اللام الشمسية سوف نبدأ بالحرف تا إذن أولا الحرف تا هو من حروف اللام الشمسية بعد ذلك الثا ثم السين بعد ذلك الشين الصاد الثا 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 ثم الثا الثا وبعد ذلك الدال والذال الر والزا وأخير الحرفان المختلفان هما اللام والنون إذن قمنا بكتابة حروف اللام الشمسية سويا وعددها 14 حرفا وتذكر أنها تأتي مشددة بعد اللام الشمسية قاعدة اللام الشمسية هي أكتب ولكن لا أنطق إذن لا أنسى هذه القاعدة بالإضافة ألا إلى أن الحرف الذي يأتي بعدها يأتي مشددا إذن يجب علينا مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسل اكتسابها مراعاة قدرة وأمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم المهارة كيف أعمم المهارة على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تكرار كلمات الدرس على الطلاب والطالبات وكتابتها في دفتر الواجبات شكرا لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الوعلاء